الفرق ما بين المغرب والجزائر لا يتوقف فقط في أن المغرب دولة عريقة عمرها أكثر من 1200 سنة والجزائر دولة حديثة لا يتجاوز عمرها 60 سنة لا هناك فارق آخر ما بين المغرب وما بين الجزائر يتمثل في ماذا؟ يتمثل في أن المغرب تعرف كيف يحسن إعمار المناطق الجنوبية والجزائر أخفقت في إعمار المناطق الجنوبية ديالها ونعطيه الدليل والحجة كل درهم يأخذ المغرب من أقاليم الجنوبية يعني يعود يحط في قصة مرات في الأقاليم الجنوبية سبعادي الدرهم الجزائر كتأخذ 98% من مواردها العامة من المدول الجنوبية لأن حقور النفط وحقور الغاز كلها في الجنوب الجزائري ولكن وهي أسفاه يلا بالكاد 1.9% من العائد الاستثماري اللي يرجع للأقاليم الجنوبية وسبقنا في فيديو سابق تكلمنا على محور ديالطرق وكيف أن المغرب استطاع أن يقوم بتلحيم أقاليم الجنوبية بشمال المملكة يعني من القرقرات يعني حتى الحطانجة واليوم سأتكلمون على واحد القطع آخر لكي يفوق فيه المغرب الجزائر ألا وهو يعني التعمير والإسكان وكيف المغرب استطاع أن يقوم بواحد المجهود عمومي في إعمار هذه الأقاليم المسترجعة عكس الجزائر التي أخفقت كما قلنا في إعمار الأقاليم الجنوبية ديالها بدليل أن المغرب لما استرجعها للصحراء استرجعها أرض خلاء يعني بالكاد كانت بضعة بلاريك وبضعة بنايات تأوي يعني الجنود للإسبان لكن من 75 حتى الألفين وجوج 2003 تقريبا يعني نبتت في مدن الجنوب حوالي 40 ألف دار في الداخلها في العيون في بوشدور في الصمارة إلى آخره وهذه 40 ألف دار التي بنيت في المدن الجنوبية رمشي جات من سما تحت بالعكس تحتاج إلى تجهيز وتحتاج إلى طورق وتحتاج إلى أنابيب ذي الماء الشرب وتحتاج إلى شبكة ذي الوضع الحار وتحتاج إلى البنية التحسية ذي الاتصالات يعني هذه 40 ألف دار تقريبا كلفات حوالي 9.5 مليار ذي الدرهم كتجهيز أما البناء الداتي فرأوصل تقريبا 11 مليار ذي الدرهم لكن المغرب لم يقف عند هذه الحد يعني أمام هذه الفورة أو أمام هذه النجاح في إعمار مدن الجنوب كما قلنا وصلنا 40 ألف دار تقريبا في ألفين وجوجه ألفين وثلاثة يعني خلال المغرب يفتح واحد أفق آخر ألا وهو المبادرة التي قام بها المغرب في خلق واحد الشركة خاصة بإعمار مدن الجنوب ألا وهي شركة العمران الجنوب كأحد الأدروع دي الدولة وأحد الأليات للتدخل لصد الخصاص في هذا الجنب أوداك وهذا الشركة دي العمران الجنوب يعني منهار الدرس في 2005 يعني في يونيو 2005 إلى الآن أنجزت ما يعادل 48 مشروع بكلفة دي الجيز ديالها فقط 7 مليار دي الدرام وهذا الشركة العمران الجنوب قامت بمشاريع يعني متعددة يستحيل أن المقام هنا يسمح بأن نستردها كلها ولكن سنتوقف على واحد البروجيفار الأول وضع البرنامج السكاني دي الـ 2008-2006 لفتجهيز دياله بوحده رصدت له 5.0 جوج المليار دي الدرام لإنجاز 87 ألف وحدة سكانية موزعة على القضاء على المخيمات ديال الصفيح المعروفة بمخيمات الوحدة بتخصيص 25 ألف بقعة لهؤلاء ثم يعني طرح واحد 15 ألف بقعة للاستجابة للطلبات وللحاجيات ديال الفئات الاجتماعية الأخرى زائد تأهيل حوالي 41 ألف وحدة سكانية أما المشاريع الأخرى المفوض لها إنجازها في إطار ما يسمى من ناحية القانونية بالميتريز دوفراج ديليقي أي مشاريع تنجزها لفائدة الغير حكومة جماعات إلى آخرين فره هذه المشاريع كلها تغطي واحد الحاجيات ديال 31 ألف بقعة ثم الآن ونحن نسجل هذا الفيديو فره هناك 24 مشروع في طور الدراسة في 2021 وهذا 24 مشروع يستهدف تقريبا إنجاز 53 ألف بقعة للتغطية الحاجيات ديال المدن الجنوب موزعة على كين في 28 ألف يعني مخصص التأهيل الحضاري ثم كين 52 ألف ومئة بقعة يعني جديدة متروحة للسوق لأن دينامية القصادية والتجارية والعمرانية اللي كيعرفها المدن الجنوبية كتخلي الطالب على السكان والطالب على التعمير بمكان فإنجمعنا هذا المجهود العمومي للتغطية من 75 ألف دار كالقوا ذلك 40 ألف دار جيز 0.5 مليار درهم البناء الداتي 16 مليار درهم البرنامج الجديد للسكن الذي تكلمنا عليه جيز دياله ببعده 5.9 مليار درهم أما البناء الداتي 16 مليار درهم لو تقريبا 40 ألف بقعة أما المشاريع الأخرى اللي قلنا في المتريس دوفراج ديليقي فالجيز دياله 31 ألف بقعة كلف جوج لمليار درهم والبناء الداتي 50 ألف بقعة بتجهيز دياله جوج لمليار درهم أما البناء فهو مرتق 21 مليار درهم أي المجموع العام لحق المغرب في الأقاليم الجنوبية عرفها تشق ديال الإعمار والسكن هي 77 مليار درهم ما يعادل بالسنتيم 7700 مليار درهم هنا الفرق ما بين المغرب وما بين الجزائر يعني أن الصحراء أصبحت يعني واحة تشيع بهاء وتشيع عمران في حين أن المدن والأقاليم ديال جنوب الجزائر ما زالت تعيش والدليل نأخذ الموذج ديال بلد التين زواتين اللي كان في الحدود ما بين مالي وما بين الجزائر للحد الآن ما تعرفوش ما معنى طبيب وما معنى ممرضة لدرجة أن النساء هناك ما زلنا يريدنا في الخيام في واحدة وضعية كاريتية لو كانت الإرادة عند العصابة ديال العسكر ديال الجزائر لتم بناء جوج فاصلة 5 مليون سكن لتغطية الحاجيات ديال مدن الجنوب الجزائري ككل يعني بواحد الاعتماد للمشي نب 30 ألف أورو للدار يعني لن يكلف إلى 60 مليار ديال الدولار ما تكلم لك على تين دوف لأن تين دوف في عرم وخيمات فالعدد دينهم ليتجاوز تقريبا 40 ألف نسام ولو يعني فتح لهم باب وجو كلهم يعني كانوا صحراودي المغرب ولا صحراودي المال ولا صحراودي النجر فلن يكلف يعني المجهود ديال المغرب بشي من اللي هم سكن تقريبا 1.6 مليار ديال الدرم أي ما يعادل 0.3 0 جوج مما رأى الصداق للأقاليم الجنوبية المغربية وهذا ما يفسر الحقد للعصابة العسكر على المغرب كيف أن المغرب يحول الصحراء دياله إلى واحد يعني تعجوا بالاستثمارات وتعجوا بالخيرات في الوقت اللي الجزائر الجنوب ديالها يكتنزوا الغاز ويكتنزوا النفط وبدل أن يصبح أو تصبح مدن الجنوب الجزائري هي دبي ديالإفريقيا ولهي كاليفورنيا ديالإفريقيا تحولت إلى جنوب السودان ديالشمال إفريقيا